أعلى سلطة تشريعية رقابية في هارم مؤسسات الدولة تخصص جلسة لمناقشة دورها الرقابي ربما هي ظاهرة صحية لمراجعة أداء البرلمان في واحدة من أهم خواصه لكن مراقبين يقرؤون انعكاساتها ضعف في الشخصية المعنوية العضوية مجلس النواب التي تعاني من هزات تشريعية رقابية منذ غياب صدى ضربات مطرقة الرئيس أصالة مجلس النواب العراقي تحسس في ضعف الشخصية المعنوية للسلطة التشريعية وأيضا هناك ضعف في عملية التنظيم بإعلاقة السلطة التشريع مع المؤسسات الأخرى أيضا ما حدث مؤخرا في عملية إصدار قرار قضايا لأحد نواب مجلس النواب العراقي مما شكل الخطر داخل السلطة التشريعية أعتقد هو عادة هيكلة لتفعيل الدور الرقابي قد يبدو ارتفاع منسوب الحراك سياسيا لملء شغل الرئيس دافعا للقضاء على حالة التشضي التي يعيشها المجلس إضافة إلى معادلة كفة التوازن الذي كانت عليه قبل شغور المنصب حراك ما زالت تطبخ مفوضاته على نار هادئة في إصدار تذكرة وطنية لركوب قطار الأغلبية السنية بعد بناء سكة تتبنى رؤية واضحة للقرارات الاستراتيجية مستقبلا والانطلاق بمرشح متفق عليه لقيادة البرلمان وتأسيس جبهة قرار سني تقوم على أساس رغبات مصالح المكون للشخص أنا أرى أن السنة عندما يجتمعون وخاصة القيادات التي اجتمعت من أمس برئاسة الشيخ الخنجر تركز على إحياء فكرة أن هناك رؤية موحدة لدى السنة فيما يتعلق بقضايا السياسة العراقية وليس فقط قضية رئيس البرلمان أو من يكون رئيس البرلمان أخرج بموقف سني موحد برؤية سنية موحدة تجاه قضايا الحالة العراقية والدولة العراقية ومن ضمن هذه الرؤى وهذه التصورات وهذه المواقف وهذه الرؤية الموحدة هو من يكون رئيس البرلمان نحو أربعة شهور مضت على شغور منصب رئيس السلطة التشريعية فترة رغم العقاد البرلمان خلالها غير أن لجانه المعنية بتقديم التشريعات أشرت تأثير غياب الرئيس على حزمة قوانين تحتاج توافقية الأوزان السياسية التي ما تزال مفقودة مع خلوي مقعد الرئيس على الحديد قناة الفلوجة بغداد